ندخل على الموضوع اللي كنت بقول لحضراتكم عليه قبل الخبر ده وهو موضوع التموين والسلع وهو حديث الساعة فعلا في الوقت ده نتيجة للاحتكار وجشع التجار وارتفاع الاسعار وخلفه المجموعة الاقتصادية تبحث خطة ضبط الاسعار وتوفير السلع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتمعت لمحاولة من الحكومة لوضع خطة لكسر الممارسات الاحتكارية وضبط السلع والاسواك نباري احنا فتحنا الموضوع ده وتكلمنا عن فكرة الاحتكار وانها يعني مخلفة صريحة للضمير مخلفة صريحة للدين مخلفة صريحة لكل واحد يقول انا متدين او انا اعرف يعني ايه دين لو انت تعرف يعني ايه دين عمرك ما هتحتكر ابدا استمرارا كمان لأعمال الرقابة شرطة التموين تطبط 823 طن ارز و269 طن سكر خلال 24 ساعة قلنا وبنتكلم وهنتكلم مرارا وتكرارا في ان فكرة الملاحقة الامنية والضبط والرقابة للاسواك او الرقابة على الاسواك هي من اقصر السبل اللي هتوصلنا لحل مشكلة ارتفاع الاسعار وازمة الاحتكار لما التاجر يحس ان في مراقبة قوية وفي ضبط بشكل حقيقي ليه اكيد هيخاف ويعمل الف اعتبار للموضوع طيب وزير التموين في تصريح بيقول ان 150 الف طن استهلاك مصر من السكر شهريا للبطاقات التموينية اشتركوا في القناة